حطم أطفال بمنطقة سحاب الرقم القياسي لأطول لوحة أختام في العالم ليسجل اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية تأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات بلدية سحاب لوضعها على خارطة السياحة العالمية نتابع المزيد في هذا التقرير 1015 طفلا من أبناء مدينة سحاب ودول احتياجات الخاصة كانوا سببا في دخول المدينة لموسوعة جينيس للأرقام القياسية عندما شكلوا أكبر لوحة للأختام ملونة بألوان العالم الأردني لترسم حمامة السلام الرسالة في الموضوع أنه هاي أرض السلام هاي المنطقة سحاب قدمت لعديد من الشهداء دفاعا عن خيار السلام اللي بقوده جلالة الملك وإحنا دائما مع هذا التوجه حتى بنحاول نزرع بأطفالنا ثقافة السلام بدلا عن ثقافة العنف اللي بتسود في المنطقة إحنا أطفالنا هم هذا مستقبل هذا الوطن فبالتالي يعني هاي المبادرة دمجت أيضا بين الأطفال الأردنيين وباقي الأطفال من اللاجئين السوريين مدينة سحاب حطمت الرقم القياسي السابق والمسجل باسم مؤسسة الشيخ زايد في دبي بتشكيل لوحة أختام بمشاركة 886 شخصا في خطوة نحو إدخال المدينة من خلال مبادرات عدة تنفذها البلدية لوضع المدينة على خارطة السياحة العالمية إحنا بسحاب بدانا بدانا بإصلاحات بدانا مبادرات حصلنا على الدرع الذهبي للمنظمة العربية المسؤولية المجتمعية مقرها دبي أمورنا الحمد لله عربيا وإقليميا رائعة جدا هاي البلدية بتبحث عن التميز هاي البلدية هي مع الوطن دائما وأبدا الأطفال وجهوا رسالة واضحة للعالم روحها السلام والمحبة للتأكيد على أن الأردن أرض للسلام والتسامح وأرض العطاء وكرم الضيافة أمين سليم رؤيا